طيب خلينا نبلش أول شي بطاقتك يا برج الصور خلينا نشوف شو هي طاقتك لهالشهر نشوفك مركز اكتر في شخص بحياتك حاليا انت موجب كتير في شخصيك ايضا بتشوف شخص كتير جدا شخص كتير جميل من الداخل ومن الخارج الوضع اللي بينكم حاليا او التشوش اللي بينكم حاليا عم يأثر على هالشخص ايضا لانه هو متوتر ومتشوش مش عارف ياخد قرار لانه عم يشوف انه العلاقة ما فيها اساسات تابتة مع انه في عنده عرض حبه وطاقته عم يشوف انه يعني هالشخص قلبه كتير كبير وبيحب العدل يمكن تكون عم تعاون مع برج الليزان ايضا لانه الكرت يتبار برج الليزان فعم شوفه شخص بده يكون في عدل بالعلاقة بينكم ولكن هو عم يشوف ممكن العلاقة لانه لسه في بدايتها لبعض بينكم ممكن هو بالدنوع من الالتزام اكتر بالعلاقة او جدية اكتر بالعلاقة بالنسبه لطاقتكم المشتركة في المستقبل يعني شو ممكن يصير بينكم في المستقبل عم شوف انه كتير عم تكتلوا مشاعركم مش عم تحكي سي واتش مين يعني انت و هو فيه اشي كثير بدكم تحكو فيها ولكن مش عم تحكو فيها فبتن يكون فيه صراحة اكتر بالموضوع بالحكي بينكم بدك تعبر اكتر عن الاشي اللي بتحسها ايضا تشوف انه الامور رح تكون كتير ايجابية بالمستقبل عندك ورقة الشمس هاي من افضل الاوراق اللي ممكن تيجي في بعض التناقضات رح تصير في بعض تردد لسه رح يصير two of swords مش رح تختار مش رح يشخص رح يمر باختيار او انتو اللي بتنير رح تمروا باختيار لازم تختاروا منه يمكن البعض منكم حاليا عم يفكر بانه ينفصل او يتركوا العلاقة فانت عم تفكر تختار بس ما بتوقع الاغلبية منكم هك لانه عندك بسان كايد عندك يعني عندك بدايات جديدة ايضا عندك تقدم وحركة اسرع انتو عم شوفي الاثنين ايضا عم تتذكروا اللي صار بينكم بالماضي او عم تعود الى ذكريات بالماضي مع هالشخص ايام ايام ما كان الوضع بينكم كتير منه ففيه عم شوف عم شوف بينكم اشتياق كتير عالي اه شخص اللي عم تتعاضل معه انت وحشته يعني الطاقة المشتركة بينكم عم شوف انه بتتذكروا الامور بس كانت ايجابية في الماضي عم شوف فيه حركة سريعة ايضا اه نايتو فيه حركة سريعة بينكم رح تصير البعض منكم اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا عم شوف فيه تغير رح يصير بها الطاقة ممكن رح ترجع تحكي مع بعض وبعض منكم رح يرجع ويفوتوا بعلاقه مع بعض البعض منكم رح يتصالحوا مع بعض البعض منكم ممكن تمروا فقط بيحكي يكون فيه نوع من التوضيح يعني توصل الى نقطة تكون فيها توضيح لانه في الماضي او حاليا الطاقة اللي بينكم مشتركة فيها كتير اه كتير تشويش متشوشين وايضا فيها صعوبة في اتخاذ القرارات عم شوف كتير فيها اه كتير فيها قمود ولكن عم شفي اكتر اه بالمستقبل رح تقبلوا اكتر عن مشاعركم لبعض رح تحكي اكتر بانتا شو بتحس هو ايضا رح يحكي لك اكتر بالذات رح تحكي او رح تعودوا بذكريات الى الماضي لما الوضع بينكم كان منيح وهالشي هو رح يكون عامل مساعد بانه يعيد الشرارة اللي بينكم او يعيد التواصل اللي بينكم طاقتك عم شوفك بطيء باتخاذ القرارات في عندك تكملة من نوع ما رح تصير مع هالشخص لانه عم شوف انه انت في يعني في عندك عارض عاطفي بدك تقدمه لها الشخص ولكن متردد مش عم تاخد قرار طاقتك حاليا واقفة مش عم تتخذ هالقرار تواصل بينك وبين هالشخص عم شوفك كويس يعني في بينكم تواصل منيح او في بينكم تفاهم منيح يعني انت بتفهم الشخص هو بيفهمك ولكن ايضا عم شوف بعض مواليد برشتون في امامك اختيار معين يعني انت واقف امام طريقين بدك تختار منهم او شخصين بدك تختار منهم ممكن تكون متردد ايضا باتخاذ القرار ممكن عم تتعامل مع شخص جديد وشخص قديمه ومترتق ومترتق باخر القرار بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشيط هم شوف انه هو اكتر اه اكتر مركز مركز اكتر على حاله مركز اكتر على على كيف يطور حاله مركز ولكن من الناحية العقلية شخص كتير شخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير متوتر كتير مشوش عم يحس ايضا انه هو مجروح كتير ممكن يكون في بينكم حديث صار او اشي معين اللي كان فيه كانت الطاقة فيه كتير نارية وهالشخص يعني تضرر من هالاشي او توجه من هالاشي لاني بشوفه مركز اكتر من الناحية على الناحية المالتية طاقة بينكم هم شوف ايضا فيه حكي ما فيه حدا بده يتنازل نشوف الشخص اللي انتتعامل معه ما بده يتنازل ايضا فيه عنده شوي طاقة تلعوبية او بيحب يسير الامور متل ما هو بيريد او بيحب ممكن ممكن ما يحكي لك او ممكن ما يكون مئة بالمئة صادق معك بحديث الشخص يعني ممكن فيه بعض الاشياء ما بيحكيها لالك بصراحة او يعني بشكل منفتح اكتر هم شوفه هم شوفه بيشوفك ايضا من الناحية المادية بيشوفك متمكن اكتر منه مما هو ويحب بيشوف ويحب ايضا بيحب ايضا بيحب يبينك انه افضل مما هو عليه او بيحب يبينك انه من الناحية المادية متمكن اكتر مما هو عليه طب السبب الخلاف بينكم او واحد من اسبب الخلاف بينكم انه فيه شخص اه حس انه هو عم يحط مجهود اكتر بالعلاقة وبطل يعني بطل فيه عنده القدرة يحط مجهود اكتر بالعلاقة ايه وصلت الى مرحلة مرحلة هم تحس انه انت ممكن انت او الطرف الاخر هم تحس انه عم تضحي كتير في سبيل هالعلاقة مش عم تعود الى مردود انت بتريده او مفيد لالك ايضا فيه كتير احكام انتو بتطلقوها على بعض يعني تحقنوه على بعض باشية معينة بدون ما تفهموا الصورة الكاندل او ليش صار هيك يعني بدون ما تعطوا فرصة اكتر لتوضيح الامور بينكم عم تحس انه عم تشتغل عم تشتغل بدون ما يعود عليك بمردود مثل ما انت اللي بتريده يسببلك فيه صار تشويش بينكم انتو الاثنين حاليا طاقة مشتركة بينكم فيه تشويش عقلي كتير بينكم وايضا عم يطلب الموضوع بينكم عم شوف انت عم تتحكم بحالك كتير عم تتحكم بتصرفاتك كتير هالشخص عم يتحكم ايضا بتصرفاتك كتير ما بدو ما بدو يبين او يحس بنوع من الضعف فانت عم تحاول تتحكم بقراراتك وباختياراتك ومشاعر اتجاه الشخص بطريقة كتير عالية الصورة المكتملة اللي بدكم اياها اللي هي عم شوف انت وهو طاقة مشتركة بينكم بدكم تكونوا مع بعض بمعنى انه بدكم تكونوا اسرة مع بعض ولكن فيه احكام بينكم عم تطلق او اتهامات او فيه حتى شف وغيرة ممكن بينكم عم تأثر على تحرك وتطور هالعلاقة خطوتك بالمستقبل يا برج الثور عم شوف عم شوف رح تمر بتحديات او رح تمر فيه شخص بحياتك ممكن فيه اشخاص عبدها اهتمامك او عم تطالب باهتمامك يعني باي طريقة ممكن تحس ان الشخص اللي انت عم تتعامل معه ممكن يستخدم الاعيب او يستخدم تلاعب بالحكي لحتى يجذبك او لحتى يمشي الامور مثل ما هو بيريد لانه فيه شخص هون عم يستخدم بالبات اذا كانت امرأة ام تستخدم طاقتها الجسدية لحتى تسير او تمشي الامور اللي مثل ما هي بتريد فعم شوفك ممكن يأثر عليك الموضوع ولكن ايضا في المستقبل عم شوفي عندك اه تغيرات جذرية بنفسك بحالك بشخصيتك اكتر في عندك تقدم ايضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء او ممكن في المستقبل مثل ما حكيت لك يكون في عندك اه قرار او اختيار بين شخصين بدك تختارهم ايضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان او برج مائي لانه لانه هالكرت بيتبع برج السرطان ولكن الشخص اللي عم تتعامل معه فيه عمود بينكم كتير عالي ما فيه حدا عم يحكي بالمشاعر الحقيقية بيتوقع انت الشخص اللي بتكتم اكتر على مشاعرك او ما بتفكي اكتر لانه في عندك القمر هون يرمز الى سيكريسي او غمود او كتير من المشاعر فبتوقع انت ما بدك تعترف لهالشخص او ما بدك تحكي معه او ممكن تكون مستني الى انه هو يقوم بالخطبة هاي مش انت خطوة الحبيب او الشريك المستقبلية الشخص اللي عم تتعامل معه عنيد عم شوفه عنيد ما بيحب الامور عقليته مش من فتحة تماما ما بيحب يتقبل انتقادات او اعراء اخرى من اشخاص اخرى شخص كتير متحفظ او شخص عنده فكرة تمبدأ العلاقة شخص جدي عم شوفه بيطالب باني يكون فيه انتزام بالعلاقة او يكون فيه جدية بالعلاقة نحن مباتة ما بيحب الامور شخص الهاد ناUND ما بيحب الامور او لد